اشتركوا في القناة على السوشيال ميديا وتفرج على فرحة المصريين بجد مش عشان كسبنا فريق جزر القمر واخدنا اول مجموعة البطولة الافريقية لا ولا عشان بس انقاذ السفينة الجانحة في قناة السويس وعلى فكرة ان كانت دي حاجات بجد تفرح انما المصريين الحقيقة بقالهم 24 ساعة اللي فاتوا دول عايشين احساس جميل احساس رائع احساس افتقدناه من فترة بعد الكلام عن الخط الاحمر لاسيوبيا مش مصدقني خش على السوشيال ميديا وتفرج وشوف كمان الاعلام المصري حتى على مستوى التصريحات الرسمية للدول شيء عظيم شيء جميل خلالنا الاول نبدأ ونفرح مع المصريين نفرح كلنا في البرنامج ده وفي خنات مكملين كلها ولو اطول انادي زميلي يفرحوا معايا ونشارك المصريين فرحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وضع خط احمر لاسيوبيا نشوف كده جزء من فرحة المصريين على السوشيال ميديا نبدأ اهو بص بقى الناس بدأت الحرب الحل اسيوبيا لا تفهم الا لغة القوة المياه مسألة حياة او موت المياه خط احمر ولابد من حماية حياة ووجود المصريين لابد من الحرب لارجع الحق اسيوبيا كاذبة ومغرورة ولابد من ارغامها بالقوة الغرض الوحيد من سد بهذه الساعة الكبيرة واتعطيش مصر وبيع المياه لها الناس يا جماعة 24 ساعة بجد انا امبارع على الكلاب هاوس وعلى السوشي شايف حشام الشربيني بيقولك تحذير واضح لاسيوبيا ان حق مصر في المياه خط احمر شيء رائع 24 ساعة بص خط احمر جديد تقيل وجديد وطبعا بيقول جديد على بتعليبيا وده التاني بقى وجديد لا اسيوبيا ولا ابي احمد لا حل مشكلة المياه لمصر السي سي ادي محمد بيقول مياه النيل خط احمر ما ينفعش يا ريس تتنازل عن حقنا في المياه لانها هتكون نهاية كل مصري بعد ما ماتك وهتتحاسب امام الله عن شح المياه اللي هيكون فيه ملايين مصرين قوتنا في وحدتنا ده كلام جميل جدا ورائع يا محمد اما احمد بيقول بص يا عم الكاتب ولا الصحفي وكان بيرد على كاتب اسيوبي انت احنا حطينا لكم خط احمر ومهل اليوم 15 اربعة نفست اللي قلني عليه اهلا وسهلا ما نفستوش سنجعلها جحيم عليكم انتو واللي بيدفع عنكم طبعا انتو فاهمين كويس قوي مين الدعم ليكم واحنا محددين الوقت غير كده بقى ما تزعلوش لان احنا زعلنا وحش اعصام خليل قال على اسيوبيا ان تفهم جيدا تحذير السيسي الرسمي والعلني حيث يشهد العالم اجمع بانه في حالة نقص مين النيل لمصر قبل فلن تشهد منطقة استقرار بما يعني بوضوح ان مصر ستكون في حالة حرب ودفاع عن النفس بما يعني استخدام القوة العسكرية للحفاظ على استمرار تدفق مين النيل دون ادنى نقص 24 ساعة حضرات محمد السيد قال له ما نسحكش تجرب عشان غيرك تجرب ورجع عاية زي العيال الخط الاحمر اترسم خلاص اما وليد العربي فقال رغم ان الريس ما جابش سيرتكم الا انه من الواضح انه كنتوا ما تعرفوش ما عرفتوش تناموا طول الليل هيبقى لتلهم وارونا بقى هتعدوا هتعدوا ازاي الراجل قال انا ما بتكلمش كتير ربنا واتولاكم والنصر اكيد لمصر تحيا مصر فارس النشار قال يا ابني عدو ده بيكلم الاسيوبيين عدو عقلين ما تلعبوش في عدد عمركم اقسم بالله الراجل ده ما بيهزرش ولا بيهدد الراجل ده لو قال حاجة بيعملها كريم قال الكلام كان ليه كنتم جربوا بعد كده ادولوا انتصر ايه تصريحاتكم العنيدة دي ماها قالت عايز الخط عايز الخط الاحمر او الخط بالطول ولا بالعرض اختار فرحة رهيبة جدا من المصريين حاجة جميلة قوي المصريين اتوحدهم بارح بجد كل المصريين اتوحدهم بارح وحسوا بنشوة بقالنا كتير جدا ما حسناش بيها مش بس السوشيال ميديا لكن كمان الاعلام المصري كان فرحان بالخط الاحمر وقارنو على طول بالخط الاحمر اللي السيسي اعلنوا في ليبيا خانشوف الماكس ده الاحتفالي الاعلاميين بالخط الاحمر واهم يعني بنتكلم في السنين الماضية كلها لو في الست سبع سنين الماضية كلها منذ تولي هذه هي اهم عبارة قالها الرئيس السيسي فيما يتعلق بسد النهضة واهم عبارة قيلت في السنين العشرة مفاوضات العقد من الزمن اللي مش شايفينها ستنتهي انه في ناس عايزة تقوم باعادة تفسير اعلان المبادئ ده وهو اعلان المبادئ ده كان مفيد ولا مش مفيد واحنا خلاص المفروض نكون في حالة ارتفاق يعني نكون متفقين مش لسه هنبتدي من النقطة الاولى ما تفضل به السيد الرئيس اليوم على انه ما فيش نقطة بعيدة عن منا هو وكأنه هو معلش ده فهمي انا وكأنه يقول لدينا الطائرة الرقان المقاتلة التي جاب المدهج 3500 كيلو متر المتاسب ما بين مطر واسيوبيا 2500 كيلو متر ايضا الطائرة الميك 29 يصل مداها الى 2900 2900 هو انا اذكر بس كلمة الخط الاحمر فقط لا غير من احنا شفنا تجربة قدامنا يوم 20 يونيو 2020 شفناها فخلاص النهاردة كمان نتكلم على خط جديد ده اللي انا احنا بعلق مش اعلق كتير انه رسائل سيدة الرئيس واضحة جدا احتفاء رهيب جدا المصريي توحدوا على الاحتفال والسعادة واللي مش مصدق كان ممكن مبارح يزور كلاب هاوس ويتفرج على الرومز اللي تتكلم على الخط الاحمر ممكن تشوفوا النهاردة الصبح حد من شوية السوشيال ميديا كل المصريين فرحانين مصريين طلعت روحهم او معنوياتهم في السماء بسبب جملة الخط الاحمر الموضوع موقفش عن كده كمان كمان كانت فيه اخبار تانية تشجع اكتر زي الخبر ده انشطة مكسفة عسكرية انشطة مكسفة لفعاليات التدريب الجوي المشترك المصري السوداني نصور النيل اتنين جوي خلي بالك جوي في اطار تنفيذ فعاليات التدريب الجوي نصور اتنين والذي تجري فعالياته حاليا بقاعدة مروى الجوية او مروى الجوية بجمهورية السودان بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الساعقة لكل البلدين او لكده البلدين نفذت القوات المشاركة شوية تدريبات بإجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وسكن المهارات إلى آخرين دول الخليج كمان اتحركت مبارح بعد شعار الخط الأحمر بعد تصريحات مصر وعبرت لأول مرة بشكل جماعي عن دعمها لبوقف مصر والسودان الأهرام اللي قالت كده السعودية مش بس السعودية دي السعودية والإمارات السعودية تقلن دعمها لمصر والسودان في قضية سد النهضة وتؤكد أمنهم المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العرب كلام جميل بقالنا كتير ما سمع نووش الإمارات والكويت نفس القصة دعوا إلى حوار وإنهاء الخلاف حول سد النهضة ده اللي نشر في جرائد النهاردة الإمارات والكويت ده جريت الشخ الأوسط اللندنية التي تتبع السعودية الإمارات والكويت تدعوان إلى الحوار وإنهاء الخلاف حول سد النهضة يبقى كده السعودية والإمارات والكويت الأنادول أو عبر وكالة الأنادول نشرت بعد تحزير مصري دعم خليجي للقاهرة والخرطوم بملف سد النهضة ده كلام يقصده بالبحرين كده بقى إلى الكويت والسعودية والإمارات والبحرين من موقع مبتدأ وزير الخارجي الأردنية قال أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ على طول كده جزء لا يتجزأ من الأمن القوم العربي يبقى دي الأردن كمان شيء عظيم جدا حلو كده تمام جدا فرحنا معلم فرحنا الناس فرحنا على السوشيال ميديا أيوة وفي الإعلام أيوة والتأييد تمام تمام إيه رأيك بقى عشان بس أكلمك بعقل نتطمن على كده ولا نهدى ونفكر مع بعض عايز إيه بقى مني نهلل مع الناس ونزيت مع الزياد ده ولا نقعد كده نفكر بالعقل ومش أفسد عليك فرحتك خليك فرحان محدش هيلوم عليك لكن وسط الفرحة دي في شوية أسئلة مهمة لازم توقف عندها السؤال الأول هل فرحة المصريين الكبيرة بتصريحات السي سي دي نبعى من سخة المصريين في الجيش الجيش المصري ولا هي رغبة عند المصريين في إنهم يفرحوا الفرحة العظيمة دي هل نبعى من الناس واسقة قوي في إن الجيش يقدر يضرب السد ويضمر الدنيا دي وكذا تخلص ولا نبعى من إن المصريين بقالهم كتير مكتومين ونفسهم يحسوا بانتصار ده أول سؤال رداً على الجزء الأول من السؤال من حقك تسخ في جيشك وقدراته على فكرة أنت أقوى جيش عربي فعلاً تسليح وإعداد وكل حاجة بدي ده أنت أقوى جيش في إفريقيا مصر الأولى عربياً وترتمعها متقدم جداً في جيوش العالم الخبر ده في عشرين وواحد وعشرين أو سخف قدرات جيشك نقلاً على العربية السعودية مصر الأولى عربياً أقوى جيوش العالم في عشرين وواحد وعشرين ده موقع جلوب الفاير وور أو باور ده بيقول أن مصر في مقدمة الدول وده بناء على خمسين عامل مصر يا حضرات أقوى جيش عربي ولما نقول أقوى جيش عربي بقى أقوى جيش في إفريقيا قضي الأمر الذي فيه تستفتيات جيش قوي تسليح تدريب عناصر كله على فكرة في كل الأفرق يبقى من حقك كده تفرح أو تسق بجيشك فرحنا يا معلم فرحنا الناس فرحنا على السوشيال ميديا أيوة وفي الإعلام أيوة والتأييد تمام تمام إيه رأيك بقى عشان بس أكلمك بعقل نتطمن على كده ولا نهدى ونفكر مع بعض عيز إيه بقى مني نهلل مع الناس ونزيت مع الزياد ده ولا نقعد كده نفكر بالعقل ومش أفسد عليك فرحتك خليك فرحان محدش هيلوم عليك لكن وسط الفرحة دي في شوية أسئلة مهمة لازم توقف عندها السؤال الأول هل فرحة المصريين الكبيرة بتصريحات السي سي دي نبعى من سخة المصريين في الجيش الجيش المصري ولا هي رغبة عند المصريين في إنهم يفرحوا الفرحة العظيمة دي هل نبعى من الناس واسقة قوي في إن الجيش يقدر يدرب السد ويدمر الدنيا دي وإنها كده تخلص ولا نبعى من إن المصريين بقالهم كتير مكتومين ونفسهم يحسوا بانتصار ده أول سؤال رداً على الجزء الأول من السؤال من حقك تسخ في جيشك وقدراته على فكرة أنت أقوى جيش عربي فعلاً تسليح وإعداد وكل حاجة بدي ده أنت أقوى جيش في إفريقيا مصر الأولى عربياً وترتيبها متقدم جداً في جيوش العالم الخبر ده في عشرين وواحد وعشرين أو سخ في قدرات جيشك نقلاً على العربية السعودية مصر الأولى عربياً أقوى جيوش العالم في عشرين وواحد وعشرين ده موقع جلوب الفاير وور أو باور ده بيقول إن مصر في مقدمة الدول وده بناء على خمسين عامل مصر يا حضرات أقوى جيش عربي ولما نقول أقوى جيش عربي بقى أقوى جيش في إفريقيا قضي الأمر الذي فيه تستفتيات جيش قوي تسليح تدريب عناصر كله على فكرة في كل الأفرع يبقى من حقك كده تفرح أو تسق بجيشك لكن برضو منواجب السيسي بعد ما فرح الناس بالشكل ده ورفع السقف منواجب السيسي إنه ياخد باله وما يغزلش المصريين عشان كده اركن العواطف على جنب وتعالي بقى بعيداً على العواطف نتكلم بالعقل خد السؤال التاني يا ترى إيه هي الخيارات العسكرية في مواجهة أسيوبيا وعشان تكون الإجابة عملية تعالي روح للتقرير ده اللي بيفصل كل خيار وإمكانياته ناخدها من موقع عربي بوست موقع عربي بوست بيكلم على الخيار الأصعب الحرب المفتوحة الأستاذ عماد الدين أديب قال مع لميس الحديدي إن طيارات الرافال مصممة تطير 3500 كيلو متر أعتقد إنه هو محتاج يراجع الرقم ده أعتقد أعتقد على الكاتب الكبير خيارات مصر ضد أسيوبيا قد تخرج عن السيطرة إلا إذا لجأت للسيناريو العراقي مناش دعب السيناريو العراقي الخيار للحرب المفتوحة مقارنة بسيطة بين الجيشين المصر الأسيوبي تظهر تفوق واضح للجيش المصري نوعاً وكاماً أسيوبيا تروح لنا فين إضافة إلى وعورة الجغرافية الأسيوبية فإن المشكلة الكبرى أمام الجيش المصري في الحرب دي هي أنه مفيش حدود مباشرة تنطلق منها عملياته كما أن أسيوبيا ليست لديها سواحل بحيث يمكن قصفها من البحر وبالتالي لا قيمة لأي حاملة مروحيات اللي اشتريتهم مصر اللي هم منسترال دوله عشان تحارف أسيوبيا لأن أسيوبيا عندهاش حدود ساحلية وبالطبع لا يمتلك الجيش المصري إمكانيات للقيام بعملية إنزال جوي لمحاربة أسيوبيا في الغالب لا يمتلك أي جيش في العالم قدرة على غزو بلد بحجم ووعورة وعدد سكان أسيوبيا عبر الإنزال الجوي هذا يعني أن أي حرب هتحصل مع أسيوبيا تستلزم تعاون سوداني عشان تكون السودان هي المحطة التي تحرك ضد أسيوبيا وبالتالي فإن تعاون الخرطوم ضرورة وده حاصل فعلا في دلوقتي تدريبات عسكرية لكن هل يصل الأمر إلى إن السودان تقبل نعمل من خلالها أو تتعاون معنا في هجوم عسكري على أسيوبيا ده احتمال صعب ليه؟ بالنظر إن أسيوبيا أقوى من السودان والخرطوم تشكو من تعاونة أسيوبيا بدورها في أزمة النيل قد تغشى السودان التعرض لانتقام أسيوبي بعد ذلك دون وجود دعم مصري كافي بس دي سهلة برضو إرسال الحقيقة إرسال قوات مصرية لمحاربة أسيوبيا أمر من سهل يعني إنه ما نقدر إذا إن الجنود المصريين سيعونوا من البيئة المختلفة خاصة التقصر منطقة الحارة وطبعاتها الجبلية طيب هل مصر قادر على قصف السد كده الحرب المفتوحة ملناش فيها دي بلد بعيدة جدا بينا وبينها بلد تانية عندها وعورة في الجبال بينا وبينها مسافات كبيرة جدا ملهاش حلود ساحلية إذا دخلنا معاها حرب مفتوحة لازم تبقى من خلال السودان والسودان ممكن تقولك لأ ما قدرش أخش معاك حرب مفتوحة يبقى الحال الثاني قصف السد وخلاص نضرب السد ونجري السؤال بقى هنا هل مصر قادرة على إنها تضرب السد؟ تعاني شوف كده عربي بوسط والخبراء ردوا على القصة دي وقالوا إيه؟ هاتي عم قيار قصف السد تمتلك مصر تفوقا كبيرا على أسيوبيا في مجال القوى الجوية طبعا ولكن رغم الفارق الهائل لصالح مصر فإن استخدام القوى الجوية يعد من أصعب خيارات مصر في أزمة سد النهضة لأن عملية القصف بتاع السد هتواجه بعواقع عدة ليه بقى؟ هو بيقول هنا مش كلامي هنا أقرب قاعدة مصرية الأسيوبيا تبعد عن سد النهضة 1500 كم ولا تمتلك القاهرة لا تمتلك القاهرة الحقيقة قاعدة لا تمتلك القاهرة سوعدت قليل من الطائرات القادرة على الوصول لأسيوبيا منها رفال اللي يبلغ نصف قطرها القتالي 1800 كم إضافة إلى 12 مقاتلة من طراز F-16 بلوك 52 ولا تمتلك مصر طائرات تزود بالوقود وطائرات سخوي 35 روسية تستطيع قصف السد ولها مدى قريب من الرفال ولكن يعتقد أن خمسة من هذه الطائرات فقط وصلت للتو لمصر وما زال بقية الصفقة 21 طائرة جالي تنفيذها وهذا يعني أنها لن تكون جاهزة بالنظر إلى حجر الطائرين المصريين للتدريب المكسف عليها للتأهل السؤال بقى هل إحنا فعلا عندنا كنترول كامل على الرفال الفرنسية لأن الطائرات دي جاي من بلادها على فكرة بلادها بتتحكم فيها أصلا يعني هل إحنا عندنا كنترول كامل على الرفال طيب حتى لو تغلبت مصر على الدفاعات الجوية الأسيوبيا لفوق السد وهناك جمود حول قدرتها لكن يظل بعد المسافة وقلة الطائرات المصرية القادرة على الوصول لأسيوبيا أمر يزيد صعوبة أي محاولة مصرية لقصف السد خاصة أن الطائرات السخوية 27 أسيوبيا رغم قدمها وتأخرها في مجال الإلكترونيات والرادار مقارنة بالرفال والإف 16 بلوك 52 لكن الطائرات تظل لديها قدرة مميزة في مجال قتال الجو التلاحوم وفي مقابل أن الطائرين المصريين سيكون عليهم أن يقاتلوا بعيدا عن قواعدهم الأهم أن خيار القصف يمكن أن يؤدي إلى انهيار السودان وانطلاق فيادان من المياه يدمر الأراضي المحيطة بالنيل في السودان وحتى مصر طيب يبقى كده حرب مفتوحة صعبة كتير قصف سريع للسد ونرجع اضرب ونرجع على طول في مشاكل فيه طب إيه رأيكم حرب بالوكالة؟ يعني إيه حرب بالوكالة؟ يعني السودان تقبل إنها تخش الحرب بالنيابة عننا لكن السؤال لماذا يقبل السودان هذا الخيار؟ ده اللي طرحته عربي بوسط برضو قالت حرب بالوكالة أحد الخيارات وبيقول هل يعني أزم سد النهضة هي دفع دولة أخرى لخوض النزاع مع أسيوبيا؟ إريتريا مرشحة دائماً لمستهزة الدور لكن إريتريا أصبحت حليف للنظام الحالي والصومال الذي تعتبر أن هذه السبابة تحتل جزء من رضيها أضعف منها تخش حرب مع أسيوبيا ما فيش بقى غير الخرطوم الخرطوم لديها أسباب عدة للغضب من أسيوبيا لأن إذا كانت مصر متضررة من سلوك أسيوبيا في أزم سد النهضة بس السودان بقى متضررة من أسيوبيا فأزمات كتيرة سد النهضة والمشكلات الحدودية وتدخل أسيوبيا بشؤون الداخلية علماً بأن الخرطوم لو واحد باستعدادها لكل الاحتمالات مؤخراً بعد تصاعد التوترات على الحدود بين السودان وأسيوبيا عكس مواقفها المرنة السابقة مع دي سبابة أظهرت الخرطوم موقفاً أكثر صلابة في أزم سد النهضة طيب الكاتب والمحلل في المجال ده الأستاذ اسمه شفاء العفاري في الموقع منوتر بيقول هناك تصعيد عسكري عند الحدود السودان الأسيوبية مع وجود تعاون عسكري مصري سوداني غير مسبوق يحمل تحذيرات بتدخل عسكري إذن السودان ممكن تدخل حرب بالوكالة بالنيابة عنك لكن السؤال بقى إيه التمن اللي هدفعوا السودان؟ ما نعرف هل السيسي درس ده مع المجلس السياد السوداني؟ هل السودان عندها قدرة أنها تضرب بالنيابة عننا السد وتتحمل هي النتائج؟ ما نعرف إحنا بنفكر بعائل حضرات السادة إحنا مش عايزين نفسد عليكم فرحتكم لكن وإنت فرحان بلاش تذكر خلاصة يا حضرات افرح انبسط طير بس لازم تتعلم بالتاريخ شبعنا انتصارات وهمية شبعنا بيانات عن تارية ما قتلت زبابة لازم نعرف وكل الناس اللي فاتحة صدرها ان أي حرب في الدنيا لها تمن وتمن مش غالي مش بس تمن يعني مش رخيص تمن بس في أرواح لا ده في الاقتصاد في المعيشة قبل ما تخش حرب اسأل نفسك عندك اقتصاد قوي يتحمل الحرب اتعلم من السادات 24 يوم حرب في اكتوبر كلفتنا اقتصاد قد ايه عندك جابهة داخلية محتاجة زيت وسكر وقصص عندك تمويل الحرب الدول اللي بتخش حرب الحرب مش انت رايحة تتفسع وترجع دي مشاكل كبيرة جدا وبرضو اوعى تاخد الكلام ده حجة عشان ما تحربش لانك كمصر دلوقتي بعد توقيع اتفاقية الساد في مارس 2015 وهاظل رغم كل حاجة ها اؤكد على ان كارسة الساد بدأت من توقيع مارس 2015 هذا الساد كان لقيط لم يكن معترف به دوليا حتى توقيع اتفاقية مارس 2015 فاصبح لديه شارة ميلاد بعدها وبعد سنوات من 15 لحد 20 21 انت عملت تمرجح في مفاوضات قلنا عليها هنا مرارا وتكرارا ما لهاش اي معنا فانت اصبحت مخير ما بين الموت جوعا او الموت خوفا اختار انت اوعى تقول يا ديك قلت ما عندناش نحارب ما انت خلاص اذا كان ليس من الموت بد فمن العجز انت موت جبان دي حياة ارواح دي مستقبل ناس دي المية لا موت عشانها بس قبل ما تفكر تفتح سدرك وتتخانق شوف انت عندك استعداد اه خصمك مش قدك لكن انت قد الحرب ولا لا اقتصاديا طيب ايه الحل حيرتنا مش عايزنا نحارب ولا عايزنا نعمل فوضات مش هيتحقق النص يا حضرات بتصريحاته بس ولا افعال غير مدروسة احنا محتاجين فعلا عشان ننتصر نعرف مين معنا بجد ومين لا محتاجين نعرف نقدر نعمل ايه فعلا وايه ما نقدرش نعمله محتاجين نعرف لما نحط رجلنا بنحطها فين عشان ما نخسرش اي حرب ندخلها افتكر معايا العنتريات دي كانت في 67 نفس العنتريات سنرمي باسرائيل البحر النتيجة كانت خسارة هزيمة بندفع تمانها لحد النهاردة عشان كده ما كانش غريب لما طلع نظار قباني وقال هوا مش على دفتر النكسة انعي لكم انعي لكم وقال فيها اذا خسرنا الحرب يوما لا غرابة لاننا ندخلها بكل ما يملك الشرقي من مواهب الخطابة بالعنتريات التي ما قتلت زبابة لاننا ندخلها بمنطق الطبلة والربابة السر في مأساتنا صراخنا اضخم من اصواتنا وسيفنا اطول من قاماتنا خلي بالك قبل ما تخطي بص تحت رجلك السقف اترافع ونتمنى الا يغزل السيسي الناس اشتركوا في القناة